التطبيق السادس إنها كتب الحديث جوامع الحديث موسوعات الحديث أكانت كبيرة أم كانت صغيرة في المكتبة الشيعية التي خلطوا فيها حديث المخالفين مع حديث العترة وبوابوها وفهرسوها وفقا لمنهج مخالف لما يريده إمام زماننا وفي الوقت نفسه الشيعة يرون في تلك الموسوعات عظيم الفائد على سبيل المثال ميزان الحكمة موسوعة حديثية جمع فيها مؤلفها ما بين حديث العترة وحديث نواصب سقيفة بني ساعد ميزان الحكمة هكذا قال عنه مؤلفه أخلاقي أخلاقي عقائدي اجتماعي سياسي اقتصادي أدبي لمؤلفه محمد الريشهري من علماء حوزة قم ومن الشخصيات البارزة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الطبعة طبعة دار الحديث ودار الحديث مؤسسة يشرف عليها محمد الريشهري هي مؤسسته مؤسسته التابعة له ميزان الحكمة هذا هو الجزع الأول الناشر دار الحديث التوزيع دار إحياء التراث العربي المؤسسة اللبنانية المعروفة آخر جزء من ميزان الحكمة هو الجزع الثاني عشر إذا ما ذهبنا إلى فهرس المصادر والمنابع فإننا سنجد ثلثة المصادر والمنابع بحسب تعدادها وربما أكثر من الثلث من كتب نواصب السقيفة بني ساعد المشكلة ليس في نقل أحاديث نواصب سقيفة بني ساعد المشكلة في التبويب والفهرسة وبعد ذلك جمع الحديث في صعيد واحد بمستوى واحد حيث تختلط أحاديث العترة مع أحاديث أعدائهم خطباء المنبر المؤلفون والذين لا خبرة لهم بمنهج العترة الطاهرة يجدون هذه الموسوعة موسوعة مهمة بالنسبة له لأنها قد بوبت وفهرست بحسب موضوعات كثيرة جدا يحتاجها الخطيب حينما يرتقي المنبر ويحتاجها الإعلامي حينما يعد برنامجا تلفزيونيا للقنوات الدينية الشيعية ويحتاجها الذي يكتب مقالا أو موضوعا في صحيفة أو في مجلة أو على المواقع الألكترونية أو أو هؤلاء كلهم لا خبرة لهم بحديث العترة ولا خبرة لهم بمنهج العترة ولا خبرة لهم بالتحقيق ويريدون أمرا مستسهلا أمرا سهلا يسهل الوصول إليه هذه الموسوعة ميزان الحكمة توفر لهم ذلك لأن المؤلف صنف الأحاديث بحسب الموضوعات الكثيرة التي تحدثت عنها الأحاديث وجاء بالآيات القرآنية المناسبة لتلك الموضوعات بحسب فهمه قطعا فهو يتبنى المنهج الحوزوية الطوسية الذي هو المنهج الشائع في الوسط الشيعي وجمع بين أحاديث المخالفين وأحاديث العترة الطاهرة هذا جمع وتأليف وتبويب يخالف الذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إمامنا الصادق وقد قرأت عليكم الرواية في الحلقة الماضية من الكاف الشريف إنه الجزء الأول من طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الخمسين الحديث السادس بسند الكليني المتوفى سنة 328 للهجرة عن بشير الدهان عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه لا خير في من لا يتفقه من أصحابنا أتفقه المعرفة الواسعة يا بشير إن الرجل منهم من الشيعة إذا لم يستغني بفقهه احتاج إليهم فإذا احتاج إليهم أدخلوه في باب ضلالتهم وهو لا يعلم الريشهري دخل في باب ضلالتهم وهو لا يعلم وأدخل الشيعة معه في باب الضلالة هو لا يعلم وهم لا يعلمون هذا هو الذي جرى على أرض الواقع هذا الأمر ليس خاصا بهذا الكتاب هذا الأمر يتوفر في سائر الموسوعات الأخرى التي خلطت بين الحق والباطل بين الهدى والضلال يفترض بالريشهري إذا كان يريد أن يجمع أحاديث المخالفين أن يضعها في كتاب منفرد أن تكون تلك الأحاديث في جزء في جزئين من هذه الموسوعة وأن تبقى أحاديث أهل البيت معزولة نظيفة نقية بعيدة عن قذارات المخالفين هذا العنوان لا ينطبق على هذه الموسوعة ميزان الحكمة إذا كان هذا الكتاب ميزاناً للحكمة الحكمة بنفسها هي ميزان والحكمة في القرآن بحسب تأويل العترة الطاهرة الحكمة معرفة الإمام معرفة محمد وآل محمد هي الحكمة التي يتحدث عنها القرآن ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً في الكاف الشريف عنهم صلوات الله عليه في تأويل هذه الآية إنها معرفة الإمام معرفة محمد وآل محمد الحكمة بحدها ميزان فإذا كان هناك من ميزان للحكمة فتلك دقة بعد الدقة وحكمة بعد الحكمة فهل أننا نأخذها من موسوعة خلطت وخبطت فيما بين العيون الصافية والعيون الكدرة القذرة هل ميزان الحكمة هكذا يكون ماذا تقولون أنتم وتذكروا من أن الكتاب هذا من أكثر الكتب في أيامنا تداولاً بين خطباء المنبر وبين الإعلاميين في الفضائيات الدينية الشيعية وبين كتاب المقالات والموضوعات في الصحف والمجلات الورقية أو على الإنترنت وهذا واضح من خلال مصادر ما يكتبون فإنهم ينقلون عن ميزان الحكمة ولا يميزون بين أحاديث العترة وبين أحاديث السقيفة بني ساعد الرسالة الرسالة التي وجهها إمام زماننا إلى الشيعة مضمونها واضح طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا وهذا الكتاب مصداق من مصادق ما يتحدث عنه إمام زماننا في هذه الرسالة طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا ليس هناك من مانع أن نجمع أحاديث المخالفين ليس هناك من مانع أن نكون على طلاع واسع على أحاديث وكتب المخالفين ليس هناك من مانع أن نحفظ أحاديثهم لكن المانع أن نجعلها مصدرا من مصادر معرفتنا إنني أتحدث عن معرفة ديننا المانع هنا طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا أما أن نكون على الطلاع بكتبهم بكتب المخالفين وأحاديثهم وماذا يقول علماؤهم هذا أمر حسن جدا وقد يكون واجبا في بعض الأحيان وهذا أمر مهم للعلماء والمحققين والمدققين في مطالب الدين لكن أن نجعل كتبهم وأحاديثهم مصدرا من مصادر معرفتنا هذا إنكار لبيعة الغدير بيعة الغدير بنيت على أن الفهم يأخذ من علي فقط ولا يأخذ من غيره هذا علي يفهمكم بعدي هكذا عهدنا رسول الله وهكذا بايعنا رسول الله على أن فكرنا يكون وفقا للمنطق العلوي هذا علي يفهمكم بعدي أحاديث المخالفين حتى لو كانت صحيحة بالإجمال فربما نقلت عن رسول الله وربما نقلت عن العترة الطاهرة لكنها تبقى موطن شك بالنسبة لنا ولا تعد مصدرا من مصادر معرفة العترة مصادر معرفة العترة قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم ما عند المخالفين إذا كان موافقا في المضمون للقرآن المفسر بتفسير العترة أو كان موافقا في المضمون لحديث العترة المفهم بقواعد تفهيم العترة إننا نقبله لكننا لا نحتاج أحاديثهم ما عندنا يكفينا ويكفينا 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 أصلا تنتهي أعمارنا ولن نستطيع أن ننتفع من الذي عندنا إلا بنحو يسير لكثرة ما عندنا ولسعة ما عندنا ولعظمة ما عندنا ما عندنا من معارف العترة شيء كثير تنتهي أعمارنا ولا نستطيع أن نحيط إلا بجزء يسير منها الشعة لا يعرفون هذه الحقيقة ولا يتذوقون هذه الحقيقة لأنهم يتبعون مراجع وعلماء وفقهاء في الحوزة الطوسية عبارة عن قطعان حمير لا يفقهون شيئا من معارف القرآن ولا من معارف العترة هؤلاء قطعان حمير أنتم تقدسونهم وتأخذون الدين منهم لا يفقهون شيئا من دين العترة الطاهرة وقد عرضت بين أيديكم من الوثائق والحقائق الكثير والكثير والكثير نذهب إلى فاصل المشكلة المشكلة الواضحة في هذه الموسوعة في موسوعة ميزان الحكمة ليست خاصة بها قطعا هذه مشكلة موجودة في كل الموسوعات الشيعية أتحدث عن الموسوعات الحديثية الشيعية بغض النظر هل خلطت حديث العترة بحديث المخالفين أم انفردت بحديث الشيعة فقط بغض النظر عن هذه المسألة المشكلة الموجودة في هذه الموسوعات المنطق العقائدي الذي تبنى عليه هذه الموسوعات هذه الموسوعات انعكاس للفكر العقائدي في المذهب الطوسي فإن الموسوعات هذه حينما تبوّب وتصنّف وتنوّع الموضوعات فيها يكون موضوع معرفة الإمام في القيمة المعرفية بحسب الموسوعة نفسها بمستوى أي موضوع من الموضوعات الأخرى التي قد تكون أخلاقية أو تكون اجتماعية أو تكون سياسية وهذا في منهج العترة كفر صريح كفر صريح ومنهج العترة منهج القرآن في الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلَّغْ بَلَّغْ مَا أُنْزِلَ وهذا وَإِلَّا فَإِنَّ الْأَمْرَ سَيَكُونَ نَاقِضًا لِبَيْعَة الْغَدِيرِ بِمُسْتَوَى مِنَ الْمُسْتَوَيَاتِ وَحِينَئِذٍ سَنَكُونُ قَدْ وَقَعْنَا في الْكُفْرِ بِمُسْتَوَى مِنَ الْمُسْتَوَيَاتِ بِحَسَبِ مُسْتَوَى وَذَلِكَ النَّقْض لِبَيْعَة الْغَدِيرِ هذه المشكلة موجودة في كل المكتبة الشيعية الطوسية من أولها إلى آخرها رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين والقرآن صريح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته الرسالة بكل تفاصيلها تساوي صفرا من دون بيعة الغدير لماذا؟ لأن الله جعل علي أصل الدين والشيء من دون أصل لا وجود له كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لكل شيء أساس وأساس الإسلام حبنا أهل البيت يفترض في الذين يديرون المؤسسات التحقيقية الفكرية الثقافية الإعلامية أن يكون برنامج عملهم وفقا لهذه الرؤية مثل ما نفعل نحن في مؤسسة القمر للثقافة والإعلام مثل ما نفعل نحن في قناة القمر الفضائية مثل ما أفعل أنا في برامج الكثيرة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية يمكنكم أن تعودوا إليها كي تتلمسوا هذه الحقيقة الواضحة والتي أراعيها في الألفاظ وفي ترتيب الجمل وفي تنسيق فقرات كل حلقة من الحلقات وأما الأصل فإنها الهندسة العقائدية والاتساق الفكري الذي أتبناه في برامج فإنه جاء مخططا وفقا لهذه الرؤية القرآنية المحمدية العلوية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا هو منطق الله وهو منطق محمد وآل محمد هذا منطق الحجة بن الحسن فأين نضع هذه الموسوعات وهذه الكتب حتى البحار ضربت لكم مثالا في الحلقة الماضية بخصوص النبوات وكيف تعامل مع موضوع النبوات مع موضوع النبوة في كتاب البحار الأمر ليس منحصرا بهذا العنوان فقط لن أتحدث عن رؤية لابد أن تكون مستطيلة منتشرة متسعة وواسعة ومحيطة بكل تفاصيل العقيدة وبكل تفاصيل المعرفة الدينية هذا هو الذي أتحدث عن هذه المشكلة موجودة في هذه الموسوعة وفي غيرها ميزان الحكمة مثال من الأمثلة المشكلة ليست في هذا الكتاب فقط في كل الكتب هذه المشكلة قائمة وهذه الكتب هي التي تنشئكم وهي التي تربيكم ومنها تأخذون دينكم ولذا كرارا ومرارا أحذركم وأقول لكم ابتعدوا بقدر ما تستطيعون عن المعممين لا تأخذوا دينكم من المعممين ابتعدوا عنهم بقدر ما تستطيعون هؤلاء حتى لو كانوا على حسن نية هؤلاء لا يستطيعون أن يصححوا أوضاعهم هؤلاء غاطسون في الضلال من أمهات من أمهات رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم لن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الضلال مدام يضعون هذه العمائم الطوسية على رؤوسهم ويعتقدون أنها عمائم محمد وآل محمد مدام يستلمون رواتبهم من المراجع وأبناء المراجع مدام يجدون معيشتهم في كنف هؤلاء مدام يواصلون دروسهم وتدريسهم في أجواء الحوزة الطوسية لن يستطيعوا أن يخرجوا من هذا الضلال لا شأن لنا به هم أحرار فيما يفعلون بأنفسهم وهم أحرار في تشخيص موقفهم الشرعي هم مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة كما نحن مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة هناك يوم سنسأل فيه عن كل صغيرة وكبيرة أنتم الذين لا شأن لكم بأجواء العمائم وأجواء المرجعيات وأجواء الحوزة وأجواء هذه القمامة اللعينة أخرجوا أنفسكم من هذه القذارة ابتعدوا عن المعممين ولا تأخذوا دينكم من أصحاب العمائم هؤلاء لا يصدر منهم إلا الضلال إلا إذا ثبت عندكم وبدليل قاطع وواضح أن صاحب عمامة لا علاقة له بضلال المرجعيات والحوزة وبكل ما صنعه الطوسي اللعين مثال آخر من هذه الموسوعات موسوعة الحديث النبوي عقيدة وشريعة وخلقا هذا المجلد الأول التوحيد مجموعة من المؤلفين وهذه الطبعة طبعة العتبة الرضوية المقدسة هذه موسوعة تصل إلى الجزء العاشر وقد احتوت على كم كبير من الحديث تسعة وعشرين ألف حديث أو تسعمية وخمسة وسبعين تسعة وعشرين ألف حديث أو تسعمية وخمسة وسبعين ما يقرب من ثلاثين ألف حديث إذا ما ذهبنا إلى فاحرس المصادر والمنابع فإن مصادر المخالفين تشكل نصف المصادر وأحاديثهم كثيرة جدا في هذه الموسوعة والذي يراجعها يختلط عليه الأمر وهناك الكثير من أحاديث المخالفين لا علاقة لرسول الله صلى الله عليه وآله بها ولكن هذا هو الذي يجري في واقعنا الشيعي هذه أمثلة القضية أكبر من ذلك وأوسع من ذلك وأخطر من ذلك بكثير حددتكم في الحلقة الماضية عما فعلته مؤسسة الإمام المهدي والتي لا نستطيع أن نسيء الظن بها لكنه الغباء إنه الغباء الديني مشكلة أصحاب العمائم حتى الذين يريدون أن ينشروا حديث أهل البيت يعانون من الغباء الديني المراد من الغباء الديني إنعدام البصيرة من أين ستأتيهم البصيرة وهم غاطسون في قذارات الطوس ويمجدون الطوس وأمثاله من أين ستأتي البصيرة وهم يفكرون بمنطق مخالف لمنطق العترة بدرجة مئة بالمئة إنه منطق عملية الاجتهاد في الأجواء الشيعية منذ زمان الطوس مرورا بالمحقق الحل والعلامة الحل عبر الشهيد الأول والثاني إلى مرتضى الأنصار وعبر تلامذة مرتضى الأنصار إلى الخوئي ومدرسة الخوئي اللعينة هذا هو الواقع الذي نحن نعيشه العلماء الذين يعملون وبإخلاص بحسب ما هم يعتقدون في جمع حديث أهل البيت وتحقيق كتب حديث أهل البيت ونشر حديث أهل البيت يسيئون إلى حديث أهل البيت من حيث هم يتصورون أنهم يحسنون وهذه النماذج بين أيديكم في أيامنا هذه في الأيام التي سبقت وفي الأيام القادمة لأن المنهجة الطوسية لا زال حاكما ويبدو أنه سيبقى حاكما فتبقى القمامة على حالها وتبقى الزبالة كما هي ويبقى الغائط المتعفن متكدسا في هذا الكنيف الذي يقال له حوزة النجف وكربلاء إنها الحوزة الطوسية الخرائية نذهب إلى فاصل